موسيقى للمرة الثالثة على التوالي مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تقنياً حتى إبريل المقبل في ظل جوء عدم التوافق الذي الساد مجلس الأمن حول هذه المسألة عقب تبني القرار قال نائب ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة استفير جيمس كاريوكي أن بلاده بذلت قصار جهدها لتمديد ولاية البعثة معرباً عن أسفه لعجز المجلس عن التواصل إلى توفق في الأراء حول المص الذي قدمته بلاده كاريوكي جدد تأكيد بريطانيا بشأن الحاجة إلى عملية سياسية ليبية بقيادة ومكية ليبية أشيراً إلى أن ليبيا تمر بمرحلة حرجة وفي طبرق أعلن المستشار عقل صالح أن الاجتماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد سيكون الاثنين سيجري التصويت على اختيار الرئيس يوم الثلاثاء المقبل الثامن من فبراير في حين سيبدأ المجلس في استكمال طلبات المترشحين هذا اليوم رئيس حكومة الوحدة اللطنية عبد الحميد البيبة وصف ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيل صالح بأنه محاولة يائسة لعادة الانقسام في البلاد وأكيداً استمرار مهام حكومته حتى إنجاز الانتخابات مبروك صغير معكم في حلقة جديدة من لايف أهلاً بكم مشاهدينا خلال حلقة اليوم مصلت ضوء على هذه المستجدات مع ضيوفنا من طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية وأيضاً بعد قليل انضم إلينا الأستاذ علي بن جابر الصحفي والمتابعة للشأن العام دعونا في البداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش الانقسامات هي العامل المسيطر على المشهد الليبي فمجلس الأمن الدولي وفي محاولة لوضع حداً لنزاع أمريكي روسي تبنى حلاً وسطاً تقدمت به بريطانيا لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لثلاثة أشهر فقط الخلاف بين البلدين وفقاً لمصادر دبلوماسية تمثل في اشتراط موسكو بأن يعين المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً إلى طرابلس بينما تمسكت واشنطن ببقاء مواطنتها المستشار ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإن روسيا هددت باستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار الأساسي الذي كان مقترحاً وبطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بدوره بفيتو أمريكي الخلاف في أروقة الأمم المتحدة تقاطع مع تصاعد الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة ورئيس مجلس النواب عقل صالح متهماً الأخير بالعمل على إعادة الانقسام في البلاد من خلال سعيه لفرض مرحلة انتقالية جديدة مضيفاً أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات وهو ما يتفق مع إجماع الأطراف الدورية ذات العلاقة بالملف الليبي الرافضة لما يقوم به صالح بحسب وصفه ردة فعل الدبيبة الغاضبة جاءت بعد إعلان مجلس النواب عن بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة حكومة جديدة وبفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة تمهيداً لعرضها على النواب الأسبوع المقبل وفق المتحدث باسم المجلس عبدالله بلاحق الذي طالب بعض السفراء بدون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية وبحسب مراقبين فإن غموض المشهد الذي يكتنفه تصاعد الخلافات يوحي بأن ليبيا تسير في حقل ألغام قد ينفجر في أي لحظة معيداً البلاد إلى المربع الأول في ظل انقسامات سياسية حادة حول مستقبل العملية السياسية وتوترات أمنية وعراقل قانونية مباشرة بالنقاش مع ضيوفي من طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية ومن القاهرة مباشرة الأستاذ علي بن جابر الصحفي والمتابع للشأن السياسي أبدأ مع حضرتك أستاذ علي كيف تلخصون هذا المشهد في ظل كل هذه التطورات المتلاحقة المشهد الليبي اليوم وإن كان من أشهر بسيطة يتفاعل أغلب الليبيون بأن البلاد تسير نحو الانتخاب وتسير نحو إيجاد سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة مختارة من الليبيين مباشرة إلى أن ما حصل من عدم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات في موعدها ومن استكمال باقي الإجراءات استدعى المشهد الليبي أن يحدث فيه العديد من التقريرات اليوم حقيقة نحن ما نشاهده اليوم مجلس النواب مصر على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ومصر أن الانتخابات تجرى في عهدة سلطة تنفيذية حكومة جديدة تكون نوعا ما محايدة ليست طرفا في أي انتخابات قائمة خاصة بعد أن شهدنا أن الرئيس عبد الحميد بيبة مصر على الدخول في السباق الرئاسي ومصر على ترشيح نفسه وبالتالي وجوده على رئيس هذه الحكومة أعتقد أنه لن يكون محايدا ولن يكون أيضا يعطي نفس الحقوق لباقي المترشحين ولذلك أعتقد أن مجلس النواب وإصراره على تكليف رئيس حكومة جديد يأتي في هذا السياق ويأتي في إطار محاولة ضمان أن تكون في انتخابات نازيهة أو انتخابات تعطي للجميع فرصا متساوية في الفوز مرحبا بك دكتور مسعود ما رأيك فيما قاله الأستاذ علي بن جابر وكيف أنتم تلخصون المشهد أولا أستاذ مبروك أحييك وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ علي جابر كما لا أنسى أيضا أن أحييي كل متتبعي قناة 218 نيوز بصفة عامة وبرنامج لايف بصفة خاصة الحقيقة المشهد بكل تأكيد ضبابي وأصبح أكثر ضبابية من ما كان عليه قبل وهناك خشية كبيرة خاصة لدى الشارع الليبي ولدى المتتبعين الحقيقة لتداعيات الأزمة الليبية من أن نعود للمربع الأول من الأزمة ويحدث انقسام جديد وإذا حدثت لسامح الله انقسام جديد سيكون انقسام حاد هذه المرة وله مآلات بكل تأكيد خطيرة لم يعد المواطن يستطيع أن يتحملها كما كان الحال من قبل على المستوى الدولي واضح يعني أيضا بكل تأكيد كما أشار الأستاذ علي يعني في لمحة أن هناك انقسام وأن الملف الليبي أصبح الحقيقة يعني ملف للمساومة ما بين الدول الكبرى وتحديدا بريطانيا وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى وكل هاتين المجموعتين تتبعها دول إقليبية لها الحقيقة أجندة ولذلك من الناحية الدولية والناحية الإقليمية الحقيقة الانقسام خطير على الأزمة الليبية ولا يبشر بخير على المستوى الداخلي الحقيقة هناك عدم شعور بالمسؤولية والذين يتسيدون المشهد المحلي كما قلناها أكثر من مرة الحقيقة لا يهمهم الوطن وكل ما يهمهم هو الاستمرار في السلطة ودفع الأمور إلى مزيد من التأزم والانقسام ولا توجد أرضية مشتركة لهؤلاء الآن المتصارعون الحقيقة هواتر للسلطة يعني للخروج أو الذهاب بالبلاد إلى بر الأمان فهناك دعوات متضاربة يعني مثل الدعوة إلى تشكيل حكومة أخرى بديلة عن حكومة الدبيبة وهناك دعوات للاستفتاء على الدستور وهناك يعني هناك تضارب الحقيقة في المشهد السياسي الداخلي الليبي إلى حد حقيقة شعور المواطن الليبي البسيط مثلي بالغتيان من هذا الذي يحدث ومن أن هناك تعمد الحقيقة يعني ليس فقط الذهاب بليبيا إلى المجهول وإنما حتى يعني هدم أركان الدولة الليبية لا سمح الله وأتمنى أن هذا لا يحدث وأعتمنى أن هناك نقطة مهمة أن تأثرتها دكتور سأحولها للأستاذ علي بن جابر أستاذ علي هناك خيارات اليوم مطروحة تغيير الحكومة أو الذهاب والتصويت إلى الدستور والجميع يعتبرها خيارات من وجهة نظري هي مرة بالنسبة للمشهد السياسي ماذا تفضلون أو ماذا ترون هو الأنسب في هذه الفترة لليبيا أعتقد أنها وإن كانت خيارات مرة لكن أعتقد أن مسألة تغيير الحكومة اليوم أصبحت حاجة ضرورية حتى لو بغض النظر عن موضوع الانتخابات وبغض النظر عن موضوع أن رئيس الحكومة هو أحد المرشحين الرئاسيين المحتملين لكن حكومة الآن ثلاثة من أهم وزارتها هم موقفين على العمل بين المسجون وبين الموقف على العمل يعني وزارات التعليم والصحة والثقافة وهي أهم وزاراتهم الليبيين يعني بشكل أساسي على الأقل وزارتها التعليم والصحة وزارتها موقفين على شبهات قضايا فسادة أو على شبهات إهمال في حفظ المال العام أو إهمال في العمل هذا غير أن عدد من الشخصيات القيادية أصبحت الآن أيضاً نحط شبهات عند ديوان المحاسبة وعند الأشهزة الرقبية وعديد منهم موقف عن العمل أيضاً حقيقة الليبيون يشاهدون اليوم أعضاء مجلس النواب أصبحوا يعينون سفراء وهم قاعدين داخل قبة البرلمان يعني لم يخرجوا من البرلمان بعد ويتم تعينهم سفراء ويتم تعينهم أعضاء في مجالس إدارات للشركات الليبية في القارج وهو أمر يعني يخالف أبسط المعايير على الأقل نحن نتوقع أن النائب بعد أن يترك مجلس النواب ممكن أن يكلف بهذه المهام لكن لا أن يكلف بها وهو لا يزال يمارس عمله في داخل البرلمان حقيقة يعني في نقاط كثيرة تجعل مسألة استبدال الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد هي مسألة من الأولويات التي ينبغي أن يقوم بها مجلس النواب أيضا يعني مسألة أن يتطرق رئيس الحكومة لأن يرفض قرارات مجلس النواب أو أن يقول أنه لن يسلم إلا سلطة منتخبة يعني هذا أمر يخالف أبسط المعايير الديمغراطية يعني هو رئيس الحكومة من كلفه هو جاء بناء على منح الثقة من مجلس النواب ولو لم يمنح الثقة طيب بالتالي نحن أستاذ علي مهددون بالانقسام مرة أخرى سنعود إلى المربع الأول للأسف يعني نوعا ما التهديد بالانقسام وإن كان بالنسبة لينا نعتبره لأن حقيقة فيه تقارب كبير الآن موجود بين القيادات السياسية في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب يعني خلال هذه الفترة وإن كان يعني كما قال صديقنا الدكتور منطرابس أن هي مسألة توحي بالمرارة أننا كنا نتأمل أن تنجح الانتخابات وأن ينتقل هذا التغير بشكل سلمي لكن أيضا الوضع اليوم وإن كان من هذه الناحية يعني قد يكون يعني ما ساوي لكن من ناحية أخرى وضع التقارب في ليبيا اليوم هو أقرب من أي وسط يعني شفنا قيادات كثيرة من الغرب تأتي لزيارة الشرق قيادات من الشرق تأتي للغرب شفنا تقارب كثير شفنا أيضا حقيقة تقارب كبيرة حتى بين قيادات المؤسسة العسكرية يعني القائد العام المكلف في الشرق يلتقي برئيس العركان في المنطقة الغربية الفريق النظوري مع الفريق الحداد وهي لقاءات تجري أول مرة في هذه الظروف أعتقد أن شبح الحرب وشبح الانقسام الآن أصبح يعني بعيدا وأعتقد أن ما يتم الاتفاق عليه في مجلس النواب وحتى الآن هناك تقارب كبير بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة وبين الهيئة التأسسية يعني شهادنا الآن اقتراحات مجلس النواب بأن تشكل لجنة من الخبراء وبوجود أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب والهيئة تسيير السياغة الدستور لعادة تنقيح الدستور اللي صير عليه نوع من الخلاف لعادة تنقيحها بما يتوافق مع الملاحظات وطرحها للاستفتاء في ليبيا أعتقد أن الأمور في ليبيا وإن كانت تسيير ببطء وإن كانت أيضا تدخلات الدول القارجية قد توقف أي تقدم كما حصل في الانتخابات الماضية ومسروع الانتخابات لكن مع ذلك دعنا نتفاعل أنه قد يكون القادم أفضل مما مضى دكتور باب الترشح لترأس الحكومة افتتح اليوم بالفعل في طبرق وبدأ البرلمان بتلقي طلبات المترشحين هنا المخاوف حقيقية من عدم تسليم السلطة وهنا أيضا نستطيع أن نقول بدأ العد التنازلي فعلا لانتهاء عمر هذه الحكومة الحقيقة أستاذ مبروك يعني أنا ما يهمني أكثر ليس تغيير هذه الحكومات لأنها بكل تأكيد غيرت حكومات كثيرة وكل حكومة تأتي أسوأ من الحكومة التي قبلها وهكذا ما يهمني هو كيف يمكن إنقاذ الوطن من هذه الأزمة العميقة الذي بدأت تتقادفه الأمواج الداخلية والأمواج الخارجية بحيث قد نذهب إلى يعني مذهب لسمح الله لا يحمد عقباه أما البحث يعني في أن تشكيل حكومة جديدة ستنقذ الوطن وستنهي الأزمة الليبية هذا الحقيقة من لزوم ما لا يلزم هذا أولا النقطة الثانية يعني المعطيات التي أمامي تقول أن يعني عملية الدهاب إلى تشكيل حكومة جديدة هو يعني نوع من العبث وهذا قلناها سابقا ليس ذلك يعني أن حكومة الدبيبة هي حكومة رشيدة لا أبدا ولكن يعني الواقع يقول يعني تغيير هذه الحكومة ماذا سيأتي بجديد سيأتي بجديد فقط الإنقسام وسيكون الإنقسام حقيقي ستكون هناك حكومتان وسيكون هناك مصرفان مركزيان وسيكون هناك طباعة للعملة وسيكون هناك استفاف قبلي وسيكون هناك استفاف جهوي وسيتم وقد عملية إجراء الانتخابات التي يفكر فيها الليبيين للنهار يعني بمعنى بمعنى يعني ردم أو دفن إرادة الاثنين أكتم وما الضامن في نفس الوقت دكتور ما الضامن لأن تعمل الحكومة على إجراء الانتخابات في موعد يحدد لاحقا إذا لم تفي بوعودها وعملت بجد لتحقيق الانتخابات في الرابعة والعشرين من ديسمبر لا يوجد ضمنات ولكن أتعتقد ذلك يعني تقصد حكومة الدبيبة نعم في حال بقائها نعم هو الحقيقة كلهم يتشبتوا بالسلطة هذه مسألة معروفة لكن حكومة الدبيبة تقولها لين نهار ونحن نحكم بالظاهر أنها ستوصلنا بالسلطة عندما يتم إجراء الانتخابات وهذه الحكومة آتت بتوافق محلي وتوافق دولي ثم أن هذه الحكومة هي تؤيدها يعني البعت الأممية والمجتمع الدولي بغض النظر عن أدائها طبعا وبغض النظر عن الفساد اللي فيها والوزراء يعني هذه مسائل باتت معروفة ولكن نحن نريد الأهم عندنا كيف الخروج من الأزمة يعني هذه الحكومة ربما إذا كان هناك ضرورة أن نذهب إلى تهديب هذه الحكومة بالتوافق مع مجلس النواب والحكومة هي إعادة تشكيلها بحيث أن يكون هناك فيها وزراء يعني على مستوى عالي من الكفاءة والوطنية والنزاهة هناك كلمة أخرى للشارع اسمح لي على المقاطعة دكتور إذا بعض الوزراء اليوم في حكومة دبيبة هم بالفعل الآن خلف القطبان كيف نتق بأن يأتي وزراء آخرين في هذه الحكومة ويكونون على قد المسئولية لا هي مسألة عامة أستاذ نحن هكذا هذا هو شعبنا هذا هو الموجود يعني أنت لا تستطيع أن تأتي لي هناك كفاءة أخرى موجودة على الأرض يا دكتور نعم هذا أكيد ولكنهم قلة ومن يترك لهم الساحة ليكونوا موجودين حتى يتموا قيادين على رأس مسئولية حتى في مؤسسة حتى في رؤساء أقسام لن تترك لهم بسهولة الساحة ذلك لا يعني القلوط ولكن نحن نريد أن نحلل الواقع كما هو أستاذ موروك يعني بمعنى نقول إذا أردنا الرأي العقلاني الرأي الذي يذهب بالوطن على الأقل إلى مستوى يعني محدد من البقاء على يعني على حالة يعني عدم المزيد من الانقسام هو يعني الخيار ما بين أنه شكل حكومة جديدة وتبقى الحكومة بكل تأكيد المجتمع الدولي يقول واستفاني تقول ونورلاند يقول ويعني حتى في مجلس النواب نفسه أنا قبل أن أأتي للستوديو شهدت جزء من جلسة المجتمعين المشرعين الأمة الليبية يعني هناك الحقيقة ارتباك وهناك يعني تضارب في الأراءة وحتى لا يوجد يعني توافق ربما هكذا يبدو الأمر في أو تخوف من تشكيل حكومة جديدة وربما يرون أو بعض النواب يعتقدون أو يرون هكذا أن تشكيل حكومة جديدة هي الحقيقة يعني محاطرة جديدة كما يراها البعض واحدة من ألعاب عقيلة صالح وهي تؤدي إلى المخاطرة وعقيلة صالح يريد أن يبقى الحال على الحالة وأن يبقى هو مجموعة في السلطة والإمتيازات والله الجميع يا دكتور الجميع يريد البقاء في السلطة وهذه التحركات كلها تشبيه أن الجميع يريد البقاء في السلطة لفترة أطول أعود من جديد إلى الأستاذ علي أستاذ علي إذا ما نتحدث عن دلالات تصريح المتحدث والناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق عندما وجه في حديثه السفراء والأجانب وحتى المستشارة ويليام بعدم التدخل في الشأن الليبي ما دلالات هذا التصريح وفي هذا التوقيت وأعتقد أن دلالة التصريح لأستاذ عبدالله بليحق تعني أن تدخل السفراء في ليبيا أصبح حقيقة يعني مؤثر بشكل كبير جدا في منع الليبيين من التواصل وبعضهم وأيضا في منع حتى كثير من الاستحقات ما يقوم يعني حقيقة أنا لا أحب أن تكون الكلمة أن استفاني مع استمر الحكومة معناها تستمر الحكومة أن نورلند مع استمر الحكومة معناها تستمر الحكومة لا على استفاني ونورلند والسفراء القبول بما يختاره الليبيون وأعتقد أن مجلس النواب هو السلطة التسريعية في ليبيا وخاصة لما يكون في تنسيق من الخارجي عليها أن يقبل بما يصنعه هؤلاء الليبيون لا أعتقد أن الكرة ينبغي أن تكون دائما تتحرك وفقا للتعليمات الأمريكية استفاني نحن نجربها الليبيون واستمعوا إليها وهي من وضعت خارط الطريقة السابقة وهي من حددت موعد 24 ديسمبر وليس الليبيون ولكنها أقفقت في الوصول إليه جاءت اليوم لتعطل الانتخابات وهذا واضح لكل الليبيين يعني لم تأتي لإنجاز الانتخابات لموعدها بل بالعكس جاءت لتعطل وجاءت لتلتقي ولكن في نفس الوقت يا أستاذ علي هي عرابت المسار السياسي طبعا طبعا لا شك في ذلك وأنا قلت لك هي من وضعت الخطة هذه هي من أنشعت لجنة الـ 75 هي من أوصلت المجلس الرئاسي الموجود حاليا اللي من فيه ومن معه هي من وضعت اسم عبد الحميد البيبة من خلال لجنة الـ 75 هي من عربت كل هذه المرحلة لكن هذه المرحلة يعني خلال الماضية لم تصل بنا إلى النتيجة النهائية كانت المفروض أن المنجز النهائي هو 24 ديسمبر هو إقامة الانتخابات رئاسية وبرلمانية فشل هذه الخطة فشلت في الوصول إلى الهدف وبالتالي لما تصل إلى الوصول إلى الهدف ينبغي أن تراجع خطك ينبغي أن تراجع لماذا لم نصل إلى قيام الانتخابات وضع القائم في ليبيا اليوم إذن نحن بحاجة إلى تغييرات في داخل الوضع الليبي بحاجة إلى توافق ليبي ليبيا أولا بين مجلسي النواب ومجلس الدولة في حاجة أيضا لإيجاد سلطة تنفيذية حتى تكون خارجة أو ليس لها النية في الاستمرار في السلطة يعني أعتقد أن ترشح عبد الحميد بي بدل الرئاسة كان مؤشر واضح جدا أن رغبته في رئاسة في المجلس الوزراء ورئاسة الحكومة كانت لغرض الوصول إلى السلطة بشكل دائم وبالتالي أعتقد أن هذا لم يكن مطروحا في خارطة استفاني يعني استفاني لم تكن من ضمن خارطتها أن تأتي برئيس حكومة يطمح أن يتواصل أن يصل إلى رئاسة الدولة في المستقبل كانت خارطتها أن يكون في رئيس حكومة ومجلس رئاسي يقود الليبيون في المرحلة الانتقالية الحكومة الحالية تحولت من قيادة الليبيين لمرحلة الانتخابات إلى قيادة الليبيين لمرحلة تثبيت حكمها في ليبيا وتثبيتها من خلال الانتخابات وبالتالي أعتقد أنه ليس أمام الليبيين اليوم من قرار إلا أنهم يناقشوا وأن يستمر التوافق بين مجلسي الدولة والنواب للوصول إلى خطة جديدة تكون خطة ليبية تنشأ في الداخل الليبي وتقر من المجلسين ويسير عليها الليبيون وأعتقد أن إشراك الهيئة التاسسية للسياغة الدستور أيضا في هذه الخطة سيكون مفيد للوضع الليبي دكتور مسعود هل هذه التصريحات تصريحات بلاحق الأخيرة هي علامة على القطيع وعدم التجاوب مع جهود ستيفني ويليام لا هو قبل هذا أستاذ بابروك يعني ربما نسأل أستاذ علي نحن أننا مازلنا تحت السلطة المجتمع الدولي بموجب الفصل السابع النقطة التانية يعني المجتمع أيضا الاتفاق الذي تم توصل إليه تم تحت مظلة المجتمع الدولي ودلالة على ذلك أكثر أن البعثة الأمومية يعني هي ليست يعني للنزهة وإنما هي يعني لتتبيت رأي المجتمع الدولي فيما يجري بالنسبة لليبيا النقطة الأخرى يعني المجتمع الدولي لا يتدخل فينا إذا كان هناك مؤسسات رشيدة هل الموجودة الآن هي مؤسسات رشيدة أم هي مؤسسات ذهبت بليبيا إلى الحقيقة إلى ما لا يحمد عقباء هل مجلس النواب مؤسسة رشيدة هذه نقطة أخرى النقطة التانية يعني استفاني أنا عندما يعني أشرت لأستفاني وليامس ونورناند أشرت في اتجاه أن هدين الشخصين الاعتباريين يعني ذهبا في اتجاه الرأي الذي يقول أنه ضروري من إجراء الانتخابات في ليبيا قبل أي شيء آخر وأنه لا وقت لهذه لعبة الكراسي التي يسمتها استفاني وليامس لعبة الكراسي اللي هي محاولة القفز على الوقت وتشكيل الحكومة بما يعني أن سيبقى مجلس النواب ومجلس الدولة عشر سنوات أخرى يعني إذن رأي نورناند ورأي استفاني وليامس يذهب في اتجاه إيرادة الليبيين يعني إلا إذا كان نحن نقول أي رأي يقول نورناند واستفاني وليامس مهما كان يعني يتناغم مع إيرادة الليبيين هو غير مقبول هذا مسألة أخرى أما إجابة عن سؤال حضرتك نحن الحقيقة يصورني شك في أن الملف الليبي أصبح يعني ربما الملف الأبرز في عملية المصاومة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى في ملفات أخرى ربما أكتر الآن سخونة مثل الملف الأوكراني والدلل على ذلك أن الروس والأمريكاني لم يتفقوا على يعني رأي محدد بتغيير يعني مبعوط جديد أو يعني مبعوط جديد للبعدة يتولى البعدة في ليبيا والخلاف كان عميقا وانتهى بهم الحال إلى يعني تركوا الأمور على الحال التمديد للبعدة إلى 31 إبريل حتى يعني ربما هما حسب رأيهم أنه يعني يشوفوا يعني أين تتجه الأمور في ليبيا ولكن هما يعني بالأصح حتى ينظروا إلى أي مدى يستطيعوا أن يصوموا بالنسبة للملف الليبي وإلى أي مدى يستطيعوا أن يتقاسموا يعني عملية الملف الليبي في قضية مثل موضوع الملف الأوكراني وهكذا هذا أيضا يؤكد أن يعني تصريحات بعض عضاء هذا التوجه يؤكد تصريحات بعض عضاء مجلس النواب وعقيل صالح نفسه عندما طلب من استفاني عدم التدقل في الشؤون الداخلية ربما هذا هو اللفظ في الشؤون الداخلية في ليبيا هذه باعتة أممية وهي مستشارة خاصة المتحدة وهذا هو عملها وهذا هو موضوحها ويعني لا نستطيع إلا أن نقول غير ذلك فإذا هم لا يريدوا أن البعثة الأممية وإستفاني واليامس أو حتى نورلاند التدخل فليذهبوا بحل عقلاني حل رشيد للأزمة الليبية بدل هذا الصدام وبدل هذا عملية المواربة والاختلافات مرة تستفتاء على دستور يعني تستفتاء على دستور يعني بمعنى نحتاج ربما بهذه العقلية الليبية وبهذه الحقيقة بهذه المواصلات نحتاج ربما إلى ربع قرن ومرة أخرى نحتاج إلى تشكيل حكومة وذلك بما يعني أن هناك في ليبيا حكومة تقبل أن تبقى عشر أشهر أو 12 شهر أو حتى 22 شهر بكل تأكيد سنبقى في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية خاصة وأن الحكومة الجديدة حتى الحكومة الجديدة التي من المفترض أن البرلمان فتح لها باب الترشح ستبقى لفترة وجيزة جدا ممكن حتى شهر 6 فقط هذا ما يطرح اليوم السياسيون والمسؤولون دكتور اسمح لنا نعود لأستاذ علي بن جابر أستاذ علي من يحق اليوم له تسير شؤون الدولة إذا البرلمان قال أن الحكومة انتهت ولايتها بالفعل أعتقد أن تشريعيا وعرفيا وكذا من يختاره مجلس النواب ينبغي أن يهو لسير الدولة يعني من يحصل على ثقة مجلس النواب ثقة أكثر من 120 عضو من مجلس النواب نفس ما حصل لدبيبة استلم السلطة عندما حصل على هذه الثقة وإيراسة أنا حقيقة أريد أن أضيف سنبروك بس ثقة واحدة للتوربوزي حقيقة حجة أن ليبيا تحت الفصل السابع وأننا نحن تحت المجتمع الدولي يعني حقيقة ماذا رأينا نحن من الفصل السابع يعني ليبيا يوم ما تقاسمتها الميليشيات وتقاتلت الميليشيات وقاتلت الليبيين في كل مكان من ربوع ليبيا لماذا لم يتدخل المجتمع الدولي لماذا لم يفعل الفصل السابع لتفتيت هذه الميليشيات لدمج هذه الميليشيات لإنزالتها الآن موضوع المرتزق المجدي في ليبيا. لماذا لا يوجد الفصل السابع ولا يتدخل المجتمع الدولي لإنهاء هذا الملف؟ أعتقد أن شماعة الفصل السابع وسماعة المجتمع الدولي هي فقط يلجأ إليها إلى ما يراد جماح الليبيين. كما يُجأ إليها عندما تدمير الدولة الليبية في أحداث 2011 كان الفصل السابع قويا وكان المجتمع الدولي قويا وتدقل بقوة الناتو الكبيرة جدا. اليوم المجتمع الدولي لا يتدقل حتى في مسائل بسيطة جدا في تدقل الدول الخارجية أعتقد أن الدول الخارجية في ليبيا هي من تمنع تدقلات الخارجية هي من تمنع وصول الليبيين لحل لا أعتقد أن استيفاني تشتغل وفقا لدورها كبعتة دعم يعني هي البعتة اسمها البعتة الدعم هي مفروض تدعم الليبيين هي مفروض تفتح المجال للليبيين أن يجلسوا مع بعض لا أن تتحول البعثة والله السفير الأمريكي إلى تصدر الأوامر لما يكون دور الليبيين هو تنفيذ أوامر السفير الأمريكي والله السفير الروسي والله أي سفير كان والله تنفيذ تعليمات استيفاني إذن هذا ليس تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة الأمم المتحدة أنشأت هذه اللجنة للدعم لدعم الليبيين لمساعدة الليبيين وليس لحكم الليبيين أو لفرض سلطة عليهم ماذا يعني أن يقال اليوم أن ستيفاني أو أن نورلند يرى استمرار الحكومة وما علاقة أن يرى استمرار الحكومة أو أن لا تستمر الحكومة من يقرر استمرار الحكومة بعدها هم الليبيون وإذا سلمنا أن السلطة التشريعية اليوم هي مجلس النواب أو مجلس النواب متوافقاً مع مجلس الدولة إذن هالمجلسين هم من يملك أن يناقش استمرار حكومة البيبة من عدمها هم من يملك أن تكون هناك حكومة جداً ولا حقيقة أنا شخصيا لا أقبل أبدا أن تتحول ليبيا إلى حديقة تسيرها استفاني حتى وأن كان مكلفة كمستشارة للأمير العام أو حتى لو أصبحت رئيسا لبعت الدعم في ليبيا حتى رئيس بعت الدعم في ليبيا يمغي أن يتقيد بدورة في دعم الليبيين في تمكين الليبيين من الجلوس فيه أن يكون وسيطا بين الليبيين وليس حاتما على الليبيين هذه نقطة الخلافة التي على استفاني أو على نورلند وعلى التصريحات كل السفراء حقيقة وليس هؤلاء فقط يعني السفراء كثيرين يتدقلوا في ليبيا حتى سفير الإيطالي سفير الفرنسي سفير الألماني كلهم يتدقلوا كلهم يلتقيوا مع عمداء بلديات كلهم يتدقلوا في المنشطة المحلية الاتحاد الأوروبي حقيقة عنده نشاط كبير في ليبيا عنده مؤسسات حتى مؤسسات مجتمع مدني هي تعيث في ليبيا فسادا وليس فقط السفراء والمنظمات السياسية حقيقة يعني الوضع في ليبيا اليوم يعني ممكن أنا لا استطيع أن أقول أن المقافلات الأجنبية تتحرك بحرية في ليبيا لعني لا أملك المعلومات لكن الحقيقة ليبيا هي دولة اليوم منتهكة كل المنظمات الدولية تعمل كلها وتستفيد من القسامة الحاصلة في ليبيا يعني من لا يصبح له العمل في الشرك يعمل في الغرب من لا يصبح له العمل في الغرب يعمل في الشرك وهكذا وبالتالي هم الآن يشتغلون على خلافاتنا يشتغلون على انقساماتنا حيث ثبتوا أنفسهم والآن أصبح كثير من الليبيون لا يستطيعون التحرك ولا يستطيعون التصريح إلا بإذن من هؤلاء السفراء أو هؤلاء رؤساء المنظمات الدولية أعتقد أن الليبيون الآن وبعد عشر سنوات أو واحدة عشر سنة من الصراع ومن النزاع وصلوا إلى قناعة كاملة أن المجتمع الدولي لا يمكن الركون إليه ولا يمكن الثقة فيه ولا يمكن أن يعتبد عليه في إنجاز يعني حقيقة مشينا ورصد ثاني في خارطتها إلى النهاية لكنها فاشلت في إنجازها يعني ليس هناك أحد من الليبيين لم يكن سعيداً لأن تقام الانتخابات في 24 ديسمبر الليبيون 2 مليون و800 ألف سجلوا في سجل الانتخاب 2 مليون ونصف من الليبيين من ما يحقوا لهم التصوير استلموا بطاقاتهم وجاهزين لوضع بطاقاتهم في السنديق حتى المختلفين مع هذا النظام والله مع النظام النيابي والله مع الديمقراطية النيابية رضوا واستلموا بطاقاتهم ورضوا أن يشاركوا في الانتخابات وأن يضعوا أوراقهم في السنديق كل التيرات في ليبيا قدمت مرشحيها لمجلس النواب وقدمت مرشحيها لانتخابات الرئاسية يعني حقيقة كان ممكن تكون انتخابات في ليبيا يشارك فيها الجميع وتفرز من يريده الليبيون وأن يكون الاحتكام إلى الليبيون هو الحل ونحن ما زلنا نقول فيها أن الليبيون يروا أن الاحتكام إلى الليبيون بانتخابات هو الحل للخروج من المعزق الليبي وأن أي حكومة حتى قادمة حكومة انتقلية ينبغي أن تظل حكومة مؤقتة للوصول إلى هذا الاستحقاق يعني الهدف الأسمى اللي اليوم نحن نسألها جهيين أن تقام الانتخابات كيف تقام؟ هذه هي الاشكالية اللي يعاني فيها اليوم ليبيون طيب دكتور مسعود النقطة التي أثرتها عادت إليك من جديد وهو الفصل الثابع الفصل الثابع عين هو اليوم من كبح جماح المجموعات المسلحة التي تثير الفوضى من كبح جماح المعرقلين اليوم سياسيا أيضا لا هو فيما يتعلق باستفاني ويليامز هي تعيينها الأخير مستشارة للأمين العامة الأمم المتحدة أي بمعنى أنها تعبر عن إرادة الأمم المتحدة المجتمعة أما فيما يتعلق ببعثة الدعم في ليبيا فهي تم اعتبادها وفق قرار من مجلس الأمن أي بمعنى ما هو موجود في ليبيا الآن دوليا شرعيا وهذا ما أراد المجتمع الدولي وبالتالي ما يقول هؤلاء يعني هو يعبر عن ليس عن أراهم الشخصية وإنما يعبر عن إرادة المجتمع الدولي سواء أردناها يعني قبلناها أم رفضناها هذا موضوع موضوع آخر النقطة الأخرى المجتمع الدولي يتوقف عن التدخل فينا إذا نحن توقفنا عن العبث نحن يعني نحن من نخرب بلادنا بأيدينا الحقيقة بفعل مجلس النواب ومجلس الدولة ولذلك لا نترك فرصة إلا أن يتدخل فينا المجتمع الدولي أي حكومة جديدة هذه التي ستم تشكيلها وستخرج بنا إلى بر الأمان وتخرجنا من الأزمة يعني وستقبل أن تبقى شهر وشهرين وثلاثة واربعة وحتى سنتين أنا شخصيا نقبل نعطيها سنتين إذا هي تشكلت على أساس أنها تحل لنا المشكلة هذا شيء مستحيل يعني نحن أمام حقيقة عقلية سياسية ليبيا يعني يقودها هوات وهوات في السياسة وهوات وطالبي سلطة الحقيقة حتى يعني إلى حد اللعنة يعني أما فيما يتعلق هذا من ناحية النقطة الأخرى فيما يتعلق بمجلس الأمن المجلس الأمن هو نفسه يعني يعني رهينة تقاسم مصالح ما بين الدول الكبرى يعني وتحديدا ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية طي ارتدادات الصراع بين واشنطن وموسكو دكتور ارتدادات الصراع بين واشنطن وموسكو على المستقبل والسيناريوهات اليوم نعم ولذلك هذا الصراع أرخى بظلالة على ملفات كثيرة ومن أبرزها الملف الليبي يعني عجز مجلس الأمن على أن يتخذ قرارات حازمة جازمة فيما يتعلق بالملف الليبي يعود إلى هذا الخلاف وأنت تعرف حضرتك أن عندما يتم تصويت على القناة في مجلس الأمن يعني يعترض عليه مثلما يعني هلدت روسيا بالاعتراض على تعيين مبعود يعني تعيين استفاني وليامس ولذلك استفاني وليامس ولذلك هما ارتكنوا لعملية ال 31 أبريل حتى يتم يعني أين تذهب مجريات الأمور فيما يتعلق هما بتوافقاتهم يعني إلى أين يذهبوا في توافقاتهم تجاه الملف الليبي ولذلك فإن مجلس الأمن في هذه المرحلة أو حتى من دون نهاية الحرب الباردة الحقيقة هو عاجز على معالجة كثير من الملفات معالجة تخدم مصلحة أصحاب هذه الأزمات ومنها الملف الليبي نعم صحيح أن المجلس الأمن لم يستطع يعني عمل قرار حازم جازم فيما يتعلق بالمرتزق لأن السبب معروف وأيضا فيما يتعلق الحقيقة بالتدخلات في الغير مقبولة في الملف الليبي والسبب معروف وأيضا حتى المعرقلين الداخليين يعني المحليين للأزمة الليبية وأنا أقصد هنا المعرقلين السياسيين الموجودين في مجلس النواب ومجلس الدولة وغيرهم الحقيقة مجلس الأمن لم يستطيع أن يعاقبهم لأن هناك يعني تعارض في المصالح ما بين عظام أجلس الأمن أنفسهم ولذلك يعني ربما حتى أن بعض الأطراف المحلية تمطت في عملية الأزمة والحكومات وغيرها ويعني عدم رغبتهم في إجراء الانتخابات لأن هذه الأطراف المحلية أو بعضهم على الأقل متفطن إلى أن المجتمع الدولي تحديد ودراعه الضاربة مجلس الأمن هم في حالة عجز ولذلك هم يقولوا ما فيش انتخابات يعني ما فيش انتخابات مجلس الأمن مش هيدير شيء ولذلك لكن علينا يعني ربما بدل أن نلعن الظلام نشعل شمعة كما يقول المتن يعني بمعنى يعني تحرقات استيفاني وليامز يعني ربما هي فيها تعبير عن إرادة الليبيين أكثر مما تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا فيها تعبير على فيها فضح لنوايا هذه الأجسام المتهالكة أكثر من تأثير سلبي على الأزمة الليبية يعني تصريحات استيفاني وليامز يعني تذهب في اتجاه حل الأزمة الليبية أكثر من تعميق الأزمة الليبية ربما أنت حضرتك ربما في واحدة من تبريرات استيفاني وليامز يعني قالت فيها إذا تم تشكيل حكومة جديدة سيكون هناك انقسام وهذا صحيح وهذا الانقسام سيعود بين المربع الأول وهذا صحيح لا بل زادت على ذلك أن هذا الانقسام سيعطي الفرصة كبيرة لداعش والتنظيمات الأخرى المتطرفة لإعادة بناء نفسها وما حدث في الجنوب في الأيام الماضية خير دليل على ذلك وبالتالي تصبح منطقتنا أو مناطقنا في الجنوب أو غير الجنوب مناطق توتر ومناطق مسلوبة مرة أخرى هذا علاوة الحقيقة على يعني وهذا أشرت له استيفاني وليامز أيضا أن الليبيين يعني أصبحوا وحتى عدو مجلس النواب في حد ذاتي أنا نسيت أنا أقول لك هذه اسمه الشباني لا أعلم أن اسمه الأول لقبة الشباني قال أن الليبيين ضجروا من تغيير هذه الحكومات وأن الليبيين معاش يبقوا ببساطة تغيير حكومات يريدون انتخابات ويريدون التخلص نهائيا من هذه الأجسام الحقيقة التي أهلكت الزرع والضرع كما يقال ودمرت كل شيء أما التحجج بأن حتى لا تدخل استيفاني وليامز يجب أن يستمر عقيلة صالح في هذه العمليات وما من معه ويحدث انقسام ويعطي الفرصة لهذه الحكومة أن تبقى وتتمتنس أكثر وأكثر ونبقى نحن نعيش في دوامة الحقيقة بين أطراف متصارعة يعني تقودنا الحقيقة إلى مربع الظلام فهذا هو غير المقبول لا أنا أرحم بتدخل المجتمع الداخل الدولي ولكن هو لم يغير شيء على كل حال دكتور لم يغير شيء التدخل الدولي على كل حال نحاول بقدر إمكان على كل حال التصريحات منسوبة لعض مجلس نواب جاب الله الشباني أعوذ إليك أستاذ علي بن جابر بحسب المراقبين مجموعة الأوروبية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا هنا تجمعها المصالح النفطية بالإضافة لملف الهجرة لدينا أيضا تركيا تركيا تتوسع غربا وشرقا وأيضا حتى تواجد الروسي بالمقابل يوجد تنافس بين الجزائر والقاهرة لقيادة المشهد عربيا أمام هذا كله هل يمكن أن نتفائل بحل سياسي؟ شوف أولا أنا شخصيا متفائل برغم المأساة التي نعيشها والتي نمقص نع بها أنها مأساة يعيشها الليبيون اليوم في عدم قدرتهم على تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية بسهولة يعني لكن أنت الآن تحدثت حتى عن الموقف التركي والتمدى شرقا وغردا تحدثت عن الجزائر والقاهرة الوضع اليوم ليس هو ما يوحي بالانقسام كما كان يتحدث ضيفك الكريم ونعتقد أن حتى لو تشكلت حكومة جيدة وتحصلت على ثقة 120 نائبا فإن عبد الحميد بيبة سيسلم لها السلطة طواعية ولن يرفض لأن حقيقة إذا اتفقوا 120 نائب لأن النواب أيضا كان منقسم زمان فإذا اليوم اتفقوا واجتمعوا وكلفوا رئيس حكومة جديدة فسيكون هذا التكليف من كل الليبيين وليس من عقيلة من كل النواب وليس من عقيلة صالح كما يعني أعتقد أن تركيا اليوم تتواصل مع الشرق كما تتواصل مع الغرب وهو أمر لم يكن موجودا منذ سنة السفير التركي الذي كان مرفوض التواصل معه هو موجود في مدينة بنغازي ويتجول في الشرق الليبي ويلتقي المسؤولين الليبيين ويصرح قريبا جدا ستعود أيضا الطيران ما بين مطاري بنينة وإسطنبول وتركيا هذا الأمر يوحي أن هناك تغيرات سياسية أيضا القاهرة الآن موجودة في طرابلس الغرب في وسط طرابلس التي كانت محسوبة على طرف معين في ليبيا اليوم موجودة في الطرف الآخر وتتواجد السفارة المصرية في طرابلس قد تفتح بابا في وقت السفير موجود تغيرات كثيرة جدا حقيقة حدثت في المشهد السياسي الليبي وأيضا حتى في الدول ذات العلاقة أيضا الموقف الإيطالي الفرنسي الألماني اليوم أصبح يتعامل مع الجميع مع كل أطراف في ليبيا أختفت الكسام اللي كان ظاهر جدا في الدول الخارجية اليوم غير موجود أيضا حتى على المستوى الخارجي يعني مش الليبي يعني التقارب المصري التركي موجود التقارب الإماراتي التركي موجود هذه أطراف كانت تعتبر أطراف متنازعة في الداخل الليبي اليوم هي تتفق اتفاقها أيضا بيكون له تأثير على الموقف داخل ليبيا أنا ما أعتقده أن الحكي على المجتمع الدولي لما حكيت عليه أن المجتمع الدولي يوم كما تحدث الدكتور فوزي يعني إذا سلمني بهم لن يستطيعوا الاتفاق في داخل مجلس الأمن هناك قسام إذن حقيقة لا يوجد حقيقة تعريف حقيقي لكلمة المجتمع الدولي المجتمع الدولي لا يمكن أن يتفق لأن في صراعات ما بين أطراف الرئيسيين الخمسة الكبار لا يمكن أن يستطيع القرار من مجلس الأمن إلا باتفاق الخمسة الكبار والخمسة الكبار طالما مختلفين إذن سيكون الخلاف مستمر هل ننتظر نحن إلى أن ينتهي هذا الخلاف الذي قد لا ينتهي مصالح الدول قد لا تتوافق بالذات أمريكا وروسيا وبالتالي إذا استمرنا على هذا الانتظار قد ننتظر إلى ما شاء الله أعتقد أن على الليبيين أن يتحركوا في الداخل يعني الدكتور فوزي قال علينا أن لا ننعنى الضلام وبدلا من ذلك أن نقض شمعة نعم علينا أن نقض شمعة لكن أن نقضها نحن لا أن تقضها استفاني ولا أن يقضها نورلاند يقضها الليبيون إذا رأوا لسمعتهم أن تضيئ لهم الطريق لكن إذا انتظروا تدخل خارجي لإيقاد هذه الشمعة فلا أعتقد أن هذه الشمعة ستكون نورا لليبيين بل ستكون نارا عليها شكرا جزيرة لك الأستاذ علي بن جابر الصحفي والمتابع للشأن العام أريد بقط أن أذكرك أن الأستاذ الدكتور مسعود وليس فوزي شكرا أيضا للدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية كان معنا مباشرة من طرابلس ولكم أنتم مشاهدين على المتابعة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة